أستاذ نجليل أستاذ الدكتور عبد الرازق بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم السلام ورحمة الله وبركاته وعلى أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يعني بداية أنا برحب بكل سادة الحضور على المنصة الآن منصة أريد المتميزة الرائدة المتفردة بشكر سعادة الدكتور سيفي السويدي مؤسس المنصة وعيقونة المنصة علي الأستاذ الدكتور عبد الرازق مختار يعني أنا أعجز أن أنظم كلمات زي الأستاذنا الدكتور بينظمها باعتباره يعني ما شاء الله شاعر وبليغ في اللغة العربية يعني لن أستطيع مباراته لكن طبعا هو يبالغ كثيرا بشخصي ويعني كما قال لأنه يعني يكن لي المحبة وأسأل الله يعني سبحانه وتعالى أن يظلنا بزله يوم لا زلة إلا زلة يعني طبعا أما نجي نتكلم على هذا العمل أنا عايز أقول لحضراتكم أنا شفت العمل دوت هذا المعجم من أكثر من وجهة إذا كنا هنتحدث بداية عن خدمة هذا المعجم لطلاب العلم يعني كما تعلمونا حضراتكم أحد المقررات الرئيسة اللي بندرسها لطلاب في كلية علوم ذوي الإعاقة أو الكليات المتخصصة أو أقسام التربية الخاصة في مصر والعالم العربي أحد تلك المقررات هي قراءات باللغة الإنجليزية المقرر دوت في مرحلة الباكاريليوس بيقرر على أكثر من فرقة وبركز على قضية المصطلحات لأن هي دي البداية اللي المفروض طلباء يتعلموهم لما نبتدي نخش في مرحلة الماجستير والدكتوراه لدينا أيضا قراءات باللغة الإنجليزية وفي الدكتوراه نفس المقرر طبعا علشان الطالب يستطيع أن هو يقرأ بحوث أو يعني بتواجهه عديد من المصطلحات اللي ممكن ما يلاقهاش في المعاجم العامة فمعاجم زي ده هيسهل كثيرا على الطلاب والباحثين وعضاء تدريس الوصول لكثير من المصطلحات اللي ممكن يعني من الصعب أن يعطولوا عليها وخاصة أنه هو كمان يعني عمل حاجة جديدة جدا اللي هي أنه في مقابل الكلمة باللغة الإنجليزية مقابلها باللغة الفرنسية طبعا يعني كثير من زملائنا حينما بتعثوا إلى فرنسا سواء كان الحصول على درجة علمية زي الماجستير أو الدكتوراه أو مهمات علمية وكان أصل الدراسة بتاعتهم فرنسي إلا أنه كثير من المصطلحات طبعا يعني كانت جديدة بالنسبة له طبعا معجم زي المعجم اللي طبعا يعني أسأل الله يعني العلي القدير أن يجعله في ميزان كل من قام بهذا العمل يعني ربنا يأجره بي إن شاء الله رب العالمي ده من الناحية العلمية من ناحية الأخرى إحنا كثير من الطلاب ليس بالضرورة أن هما يوصلوا دراستهم للمرحلة الأعلى يعني مش كل طبعا خرجين الكليات المتخصصة أو غير المتخصصة ممن ينخرطون في هذا التخصص في دبلوم عام في هذه الكليات المتخصصة أو غيرها بيجدوا كثير من المصطلحات اللي بتقابلهم في عملهم بيجدوها في البحوث بيصعب عليهم الوصول لمعناها أعتقد أنه يعني حل المعجم ده كثير من المعضلات اللي ممكن تواجه هؤلاء الخرجين كمان في مجال عملهم طبعا يعني أتلك صدري أستاذنا الدكتور عبد الرازق يعني اللي بعتبره يعني نموذج للأستاذ الجامعي المفريد وهذه الشهادة يعني أمام الله يعني أنه ما شاء الله الدكتور عبد الرازق يعني بيبهرني في كل ما يقوم به من عمل أسأل الله رب العظيم رب العرش العظيم أن يجعله في ميزان حسناتكم إن شاء الله اللي أنا عايز أقوله أنه معجم زي ده قدر الاستفادة منه يعني في كثير من المجالات أنه أحيانا بعض الولاد كمان أثناء عملهم حتى في المعامل اللي بيتكلم عليها أستاذنا الدكتور عبد الرازق في كلية زي كلية علوم زي الإعاقة يعني أحيانا بيجدوا حالات بيبقى إحنا في اللغة العربية مش كتير بنستطيع أن إحنا نجد ضلتنا من حالات بنقابلها فالمخرج لنا أن إحنا نبحث باللغة الإنجليزية كثير من البحوث اللي كتير مننا في بداياتهم اشتغلوا فيها كانت في مصطلحات مبهمة بالنسبة أنها ما كانتش البحوث دي أو كانتش المصطلحات دي مطروقة في مجال البحث باللغة العربية ولذلك كان بالنسبة في أوائل يعني من حوالي عشر خمستاشر سنة ما كانش ليس بالسهل أو باليسير الحصول على مثل هذه المعاجم طبعا يعني لذلك أنا الدقيح يعني مقدر هذا الجهد اللي بوزل فكرة أنه أنا لسه بقول ما أطلق صدري أنه لن يكون هذا العمل منتهي زي ما فهمت من أستاذنا الأستاذ الدكتور عبد الرئيس لكنه هيصبح كمان متجدد لأننا أنا يعني اطلعت على المعجم سريعا بس لضيق الوقت يعني أنا فكنت ما بقرأ يعني أقول طيب لو كنا هنا كتبنا كذا لو كنا هنا أضيف كذا لو كنا هنا استبدلنا كلمة كذا بكذا طبعا يعني ما فيش عمل كامل إلا يعني كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني ده كمان يعني أنا حريص جدا أنه أنتوا تسمحوا لي أنه إحنا ككلية بمن فيها من رموز يعني متميزة يعني وعظيمة أستاذ الدكتور عدل عبد الله دكتور منكاشف دكتور عطية كل الأسامي عشان ما ننساش حد من عضاية ريس اللي موجودين في الكلية ممكن أنه هما كمان حتى للشباب الصغير عندنا من المتخصصين يعني بما أن الدراسة عندنا متخصصة قوي ممكن أنه هما كمان يعني يسهموا في هذا العمل إذا سمح لنا بهذا زي ما قال أستاذنا يكون زكاة علم ويساعدنا جدا أنه نساعد في دوت جدا أنه نحن ممكن يعني نزيد نضيف أو يعني نتنقش في بعض المصطلحات اللي كتبت لكن في المجمل بجد عمل يرفع له قبعة جهد متبيز جداكم الله خيرا عليه يعني بجد ما فيش يعني كل كلمات الثناء لنتم فيكم حقكم الأساس إذا كانوا بيتكلموا في كلمتهم عن أعداد كبيرة موجودة في العالم العربي من ذوي الإعاقة عايز أقول له حقاكم أنه يعني إحنا العالم العربي الأعداد اللي موجودة فيه من ذوي الإعاقة أعداد بتطوق النسب العالمية أولا لأنه كان ما كانش عندنا يعني التشخيص الدقيقي أنه يكشف عند دوت فلما ابتدى يبقى فيه تشخيصات دقيقة ابتدت الأرقام تزداد إذا كانت كمان الأرقام بتتحدث عن الإعاقات الظاهرة المعروفة اللي مسجلة فيه الجهاز المركزي للتعبية أو الإحصى إلا أن كتير من الأعداد هي في الإعاقات الخفية زي ما بنتكلم على حاجة زي شعبات التعلم وهي تمثل العدد الأكبر من ذوي الإعاقة في العالم كله مش في العالم العربي بس إحنا بنتحدث تقريبا عن ما يفوق العشرين أو إلى تلاتين في المئة من طلاب المدارس يعانوا من هذه الإعاقة اللي هي صعوبات التعلم فإحنا بنتكلم عن رقم كبير إذا كان الجهاز المركزي للتعبية والأحصى يعني بيتحدث اليوم على إنه إحنا تقريبا بنتكلم على إعاقات الظاهرة وصلت إلى 14 مليون طبعا هذا العدد مرشح جدا للزيادة إذا أضفنا إليه الإعاقات الغير ظاهرة اللي لا يعتبرها المجتمع إعاقة زي ما قلت لحضراتكم زي صعوبات التعلم وزي الترابط اللغة والتخاطب يعني هذه العداد على الرغم من حجمها اللي إنه طبعا غير مضافة بالفعل للتعداد والأجانب طبعا ما أضافوا الأجانب يعني الأمريكان والأوروبيين وغيرهم من يعني اضطرابات أخرى زي الاضطرابات النفسية زي المقبلين أو اللي بيحاولوا الانتحار زي اضطرابات الأكل ده كلهم ابتدوا يحطوهم ضمن الولاد ذوي في فئات الإعاقة ذوي الإعاقة طبعا يعني أنا مش حابب أن أنا أطيل على حضراتكم لكن أنا بشكر كل شخص يعني باسمه قام على هذا العمل بداية من مسؤولي المنصة الدكتور سيف السويدي وأستاذنا الأستاذ الدكتور عبد الرازق إلى أصغر حد كان مشارك في هذا العمل يعني كلنا في فخورين بيكو جدا بتمنى لكم دايما التوفيق زي ما انتم عودتونا في المنصة على أن كل أعمالكم متميزة ما شاء الله كل لقاتكم متفردة بتضيف للمشاركين والمستمعين لمناقشتكم يعني جذاكم الله خيرا عما تقومون به وفعلا فعلا يعني هذه هي زكاة العلم والصحة وأعتقد أنه البركة اللي ممكن تحل على إنسان يعني هي ما تقومون به ربنا هيبارك فيكم وشاكل استماعكم وإنصاتكم وخالص تمنياتي للجميع بالتوفيق شكرا جزيلا